أغنية هضامة وحلة الأغنية من كلمات محمد ناكوزي ألحان أحمد العقاد وتحمل كثير من الطاقة والحيوية وتعكس روح ناي وشخصيتها الأغنية لاقت نجاح كبير وصورتها ناي على طريقة الفيديو كليب خلونا نشوف مقطع من الأغنية وبعدها تنضملنا الفنانة ناي سليما في كل غيرك أنا ولايك نار بقلبي شو صار في حياتي كل في مصار أعشاء هاي كله من عينيك منهن رحموك دانيك ولايك نار بقلبي شو صار في حياتي كل في مصار أعشاء هاي كله من عينيك بفنانة ناي سليمان أهلا وسهلا حيا كلها ونعاد عليك حيا كلها ونعاد عليكم أهلا وسهلا لكم ولكل الجمهور العربي اللي عم يحضرنا احنا جدا سعيدين بتواجدك معنا ونبارك لك هذه الأغنية الجديدة كلها حلا وهضامة هل أنت مثلا تواكبين نسمع الفنانة يقولك مثلا هذه أغنية صيفية هذه أغنية شتوية هل أنت تواكبين الفصول لك أنا صراحة بواكب أكتر مزاجة يعني لأنني شخص كتير مزاجة بالحياة سواء مودي برسن بواكب مزاجة أكتر مو بواكب الفصل يعني حتى لما نزلت أغنيةها دامي وحلا كان عندي رادي أغنية عراقية وأغنية اللبنانية اللي هي أغنية قلت آه مزاجة هلأ شوف فطلعتها دامي وحلا وسيقبت أنه عن جد أنا نزلتها لأنه أول سيزن الصيف كله فراح والأغنية كلها إقاعي فعلا هي أغنية خفيفة ولايت وصيفية صيفية 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 كيف شفتي ردود أفعال الجمهور لحد الآن على الغنية كثير سعيدة بردات فعل الناس وكثير سعيدة بيتلقيهم يعني الكليب كمانا التصوير لأنه كله عملته كنايت كلوب ستيل ستيل تصوير ليلة يعني عادة أنا بروح للنهار كل كلي بخيتي شوي أوتدور فكان هيدا تشالنج لإليه أنه بالليل وشغلنا كان كله بالإضاءة فكتير مبسوطة أنه العالم مبسوطة بالأغنية الحمد لله وعم تلاقي انتشار كمان واسع بالبلاد العربية من فترة كمان عملتي أغنية لدبي ولاقت أصداء كثير حلوة وجميلة خبرين عن هذه الأغنية وعلى أي أساس تختارين بعض الأغاني اللي تقدمينها هو لأنه كان سبب انتقالي للعيش بدولة الإمارات فكانت مثل شكر تحية شكر للدولة وبالتحديد لإمارة دبي بس كيف بنتقل الأغاني بكون تعفك أنا على البروديوسر يعني أنا بكون منتجة العمل فعطول بفشخ يعني فشخة فشخة يعني ما بقول مثلا عطول بقولي ما بتحضري لنقول الميني آلبوم بقول لهم لا لأنه فكر بأغنية أغنية فكر بالأغنية من from A to Z يعني مش بس بالأوديو فكر فيها كيف بدأت تتصور فكر فيها أي سيزن بدي نزلها فكر أنه هلأ بدأت أغنية هيدا اللهجة اللبنانية أو لا بدأت أغنية خليجة فكتير بيأخذ من الموضوع يعني تفكير وعمل بانتقاء إلى الأغنية والوقت اللي بدي أصدر فيها وتحبين تصورين كل أغانيك ولا في أغاني تقولين لا هذه الأغنية مثلا أبغى الناس يسمعونها أكثر بدون فيديو كلاب صراحة بحب عطول بتعب جهد أصورها للأغنية لأنني بحس أنه بتوصل صورة خاصة هلأ بعصر سوشيال ميديا أحيانا الأغنية لا يعرفون من غنيها بتصير تريند مثلا يمكن يعجبون الدراس يعجبون فستان يعجبون شيء يلحقون فبجرد بأدباء فيه أنه عطول صور الأغنية حالو تحبين تسمعينها شيء؟ ماذا عبيلك؟ والله سمعين الأغنية اللي كانت باللون العراقي مؤخرا وخذت رواج كبير حسنا هواي انتبه لك النفس ما شم طف القلب يريدك مثل حضن أمه تعالي قلابي محتاجك ما يصبر على غيابك أحبك أريدك ضربك يا حبيبة امشي وانت بعيد عن ضربي أبو قلابي أبو قلابي حياتي عمري محبوبي غبت عني لقيتك قطرك بتوبيقي الله 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 صراحة كلمات رائع نايب هذه الأغنية يعني أول أغنية أغنية أعتبرها العراقية اللي انتشرت فيها عربيا هي كلمة نواس أموري نعم هلأ أغنية عراقية جديدة إن شاء الله بتنزل بعد شهرين يعني إلا تاخد هدامي وحالة كل الحالة تبعها فعلا إن شاء الله بس اخترت الكلمات الأبهان بحظة نستطيع أن نعرف مين الشاعر لا لا أقول شي بركة مزاجة تغير ونزلت شي مصري مثلا قبل بوقت يصيروا بيزعلوا والله الفنانين مزاجهم كل دقيقة مزاج على حسب بالنسبة للإنتاج نحن نعرف أنه أعمالك كلها هي إنتاجك كيف يعني هذا الشي هل هو مثلا يحمل الفنان يعني أكثر من طاقته أكيد كيف تتعاملين مع هذا الشي هل يحدد اختياراتك لك كتحديد اختيارات لا ما بيحدد لك بس لشك أنك تكون عم تشتغل مع شركة منتجة عطول العمل بيكون سهل يعني الفنان ما بيفكر بشي إلا أنه بده يختار أغنية ويعطيها للشركة والشركة هي بتقوم بكل الواجبات نعم يعني تجهيز البروداكشن لما تكون أنت بروديوسر كتير بدك تفكر مش بس بس بإنتقاء الأغنية بك تفكر أنه صاريك يعني هحكيها بالمشبرع نعم على اللبناني بدك تفكر وين عم تزد مصرياتك نعم لأنه أنت عم تتحمل كل شي عم تتحمل الأغنية كأوديو نعم يعني متيريال وعم تتحملها كتصوير وحتى تعرف أنت تزيع الماكتينج نعم صار بكلف أكتر من الأغنية حد زيتها فطبعاً هيدا بيتحمل طاقة وبدك طاقة معنوية وجسدية وفكرية ومالية فعلاً فعلاً برأيك أنه في خلطة للنجاح للفنان يعني هل هو الصوت الجميل الطلة الحلوة الاستعراض اللي ممكن يرافق الفنان أو الفنانة الآن قاعدين نشوف كثير من الفنانين قادرين يوصلون شوي لهذه الخلطة لك هو النجاح أكيد بدك يكون عندك بيس يعني مثل ما بيقولوا بس أنا صرت هلأ عم تتغير فكرتي لأنه نحن صرنا بعسر شيء اسمه والسوشال ميديا والسوشال ميديا خربة كال الدومين بدي يقول أنه مش بس الدومين الفن لا كل الدومين من خرب حيال لشخص ممكن يكون هو منه حدا حدا إبن ما عنده تالنت ممكن يعمل إعلامة تاني نهار يطلع يفتح تشانل عنده ويقول أنا إعلامة ويقعد مكان إعلامي كثير بارزين ويمكن يكون يعمل حاله فنان يقعد ينزل أغاني هابطة وتصير درجة نعم فمشك لأنه معيار النجاح صار مختلف يعني بطل يعتمد على على الـ التنشلس طبعك عندك مخزون فني وقد أنت طالع على مسارح وقد أنت بتعمل حفلات صار أحيانا ممكن واحد بنقفش جملة يعمل تراند ويلحقه مليان وهذا كمان بس للفنان الأصيل يلي قدر بيطلع مثلا بيقولوا بعبي حفلة بدك تكون مظبوط عندك بيزد يعني بكل طوادع بقول عندي بس أطلع على حفلة بعرف كيف عم تعب ساعة ساعة ونص حفلة ومش بس عم تطلع على كاميرا مع سبوتلايت وطالع حلوة وهيك بلا طعمة والفن في حظ كمان بيلعب دول في حظ الفن كثير مش شوي تعتبرين نفسك فنانة محظوظة لا لا كم نسبة الحظ اللي عندك حظة يمكن عشرة بالمية لأنه بتعب تسئين بالمية عشرة بالمية بس لأنا كل شيء وصلت له من تعب مش من حظ إن شاء الله يزيد الحظ إن شاء الله يخفف التعب إن شاء الله يقولك اليوم طارق أنه نبت تصبر تجيب الحظ بحلوش بني تصبر آه والله بدي حظ بالبيت عندي بلكون كله صبر عافية وشكرا لوجودك معنا ومنجد شرورتينا ونورتينا